موسيقى اعلنت قيادة قوات المشتركة للتحالف اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار مفخخة اطلقتها الميليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من ايران باتجاه المملكة العربية السعودية واضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد روك الترك المالكي ان قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار مفخخة اطلقتها الميليشيات الحوثية الارهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الاعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الينوبية احكمت قوات الجيش الوطني سيطرتها على مواقع استراتيجية في محافظة البيضاء وقالت مصادر عسكرية ان قوات الجيش سيطرت على جبل صوران الاستراتيجي في جبهة ناطع عقب مواجهات عن نفاذ ضد الميليشيات الحوثية اسفلت عن مصرع خمسة من عناصر الميليشيات الحوثية الانقلابية ويعد جبل صوران من اهم المواقع في المديرية كونه يطل على مناطق في ناطع ومناطق اخرى في مديرية الملاجم المجاورة حيث كانت الميليشيات الحوثية تستخدم مقرا لقناصة يستهدفون الجيش الوطني الى ذلك دمرت مقاتلة تحالف دعم شرعية بغارات جوية ثلاثة اطقم محملة بعناصر من الميليشيات الحوثية واسلحة وذخائر كانت في طريقها الى جبهة قانية وتزامنت الغارات مع افشال قوات الجيش الوطني هجوما لعناصر حوثية على مواقعها في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء اعلنت القوات المشتركة عن اسقاط طائرة مسجرة تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية جنوب مدينة الحديدة وافاد المركز الاعلامي لالوية العمالقة بان طائرة استطلاع حوثية حلقت في سماء دريهمي ضمن الخروقات الحوثية المتصاعدة لقرار وقف اطلاق النار وسرعان ما تم التعامل معها واسقاطها فيما قال مصر عسكريا القوات المشتركة نجحت في اسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في سماء مدينة دريهمي جنوب محافظة الحديدة واضاف المصدر ان طائرة الحوثية كانت تهدف الى استطلاع مواقع الجيش الوطني في المدينة وحسب المركز الاعلامي تمكنت القوات المشتركة في اوقات سابقة من اسقاط عشرات طائرات مسيرة التابعة للحوثيين معظمها في قطاع دريهمي الذي يشهد محاولات متكررة من الحوثيين لاستهداف مواقع القوات المشتركة وانقاذ عناصرهم المتحصنين بمنازل المواطنين في مركز المديرية استهدفت ميليشيات الحوثي الانقلابية منازل الاحياء السكنية في مدينة حيس جنوب المحافظة وقال مصدر محلي ان الميليشيات الحوثية قصفت منازل المواطنين بقذائف مدفعية الحون الثقيل عيار 82 واطلقت عليها قذائف ار بي جي وفتحت ميران اسلحتها الرشاشة المتوسطة والمختلفة في احياء متفرقة من مدينة حيس واضفت ان القصف والاستهداف المتكرر بقذائف متتالية ومتنوعة خلقت ذعر والخوف والهلع في صفوف اهالي حيس لسيما النساء والاطفال وكثفت ميليشيات الحوثي خروقاتها للهدنة الامامية بقصف واستهداف المدنيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق ومدريات جنوب المحافظة الحديدة في ظل تقاعس امامي تجاه تصعيد الحوثيين اصيبت امرأة بنيران قناص لميليشيات الحوثي الانقلابية جنوب شرق مدينة تعز وقالت مصادر المحلية ان امرأة في العقد الخامس تدعى جميلة عبده اصيبت بجروح خطيرة برصاص قناص ميليشيات الحوثي المتمركز في تلة الصالحين في منطقة الشقبة التابعة لمدرية صبر الموادم ووضحت ان المرأة تعرضت للقنص خارج منزلها اثناء جلبها للماء وسبق نصيبة المرأة ذاتها بجروح جراء تعرضها لاستهداف وقنص من قبل ميليشيات الحوثي وخلال السنوات الخمس الماضية قتل نحو 27 مدنيا واصيب 140 اخرين في منطقة الشقب برصاص قناصة ميليشيات الحوثي وفق تقرير حديث للجنة الحقوق الانسانية والتنموية اشتركوا في القناة